تسأل عن المسح على الجورب النسائي سارة بارك الله فيك بالنسبة للجورب النسائي الخفيف هذا محل خلاف عند أهل العلم الجماهير يمنعون قالوا لأن هذا جورب غير صفيق وهم يشتريطون أن يكون الجورب صفيقا بمعنى سميك لا ترى البشر من ورائه القول الثاني قالوا بأن يجوز المسح على الجورب النسائي أو الجورب الخفيف حتى لو لابسه الرجال لأنه ليست العبرة بيكون البشرة القدم ما ترى وإنما العبرة أن هذه رخصة من الله عز وجل ترخص بها على العباد وهذا الذي يظهر لي أنه الراجع بأن المرأة إذا كانت تلبس جورب نسائي خفيف أو رجل يلبس الجوارب الخفيفة يجوز له المسع عليه لأن المستقرأ للنصوص الواردة في المسع للخفين مع قواعد الشريعة يخلص إلى هذا على أن المقصود ليس المقصود ما دام أن القدمين أو القدمان مغطاتين فيمسح عليهم سواء كان بلفائف أو بخف أو بجرموق أو بجورب سواء خفيف أو سميك يجوز المسع عليهما ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر